اشتركوا في القناة الجماع عقدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة خصص لمناقشة عدة نقطة من بينها النقطة متعلقة بالمنتخب الوطني المغربي وكذلك موعد إجراء مباريات كأس العرش والعديد من النقط حيث جاء في البداية رحب رئيس الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم سيد فوزي لقجع بالحضور مهنئا إياهم بهذا الشهر الكريم وكذلك أضاف أو وضع رئيس الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم عرضا حول مسيرة المنتخب الوطني الأول منذ مشاركته في نهايات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر سنة 2019 وتكلم عن العديد من المواضيع بخصوص المنتخب الوطني المغربي كما أكد أن هدف الجميع والاستعداد الجيد لنهايات كأس العالم قطر 2022 وفي هذا الإطار أعلن رئيس الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم أن باب المنتخب الوطني المغربي مفتوح لجميع اللاعبين المغاربة وأن المرحلة المقبلة تتطلب تدويب جميع الخلافات ويبقى في النهاية المواضبة والأداء التقني هو الفيصل في اختيارات المنتخب الوطني المغربي التي تعود في النهاية للمدرب وطاقمه التقني مذكرا في نفس الوقت أنه سيجمع بالمدرب الوطني السيد فايدا للزيش نهاية الشهر رمضان مباشرة بعد عودته من الإجازة التي يقضي هذا الأخير خارج أرض الوطن وذلك من أجل وضع خارطة طريق واضحة المعالم من أجل الاستعداد الجيد للمنافسات القادمة في مقدمات تصفيات كأس أمم إفريقيا ونيائيات كأس العالم وكذلك جاء في الاجتماع الحديث عن تأجيل المباراة الخاصة بكأس العرش حيث أكد أن المباراة النهائية التي ستجمع بين الجيش الملك والمغرب التطواني ستجرى مباشرة بعد نهاية شهر رمضان على أن تجرى المقابلة النهائية الخاصة بالموسم الحالي 2021 شهر يوليوز المقبل وكذلك جاء في الحديث الذي حضره كما قلت العديد من الفعالة الرياضية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه تم تعيين السينيغالي عمر سيلة مدربا جديدا للمتخب الوطني مغربي لكرة القدم الشاطئية مشيرا إلى أن سيرةه الذاتية غنية عن الإنجازات وأكد الرئيس الجامعة فوزي لقجة أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية أن المدرب المنتخب الوطني السابق سيد مصطفى الحدى ونظر للتجربة التي راكمها تم إلحقه بالإدارة التقنية التي ستعمل على برنامج طموح من أجل تطوير كرة القدم الشاطئية على مستوى البنية التحتية وتشجيع الممارسة من قبل الأندية في جميع أنحاء المملكة وعلاقة دائما بهذا الموضوع نستمع لرأي زميل الصحفي أحمد لحلو متحدثا عن أبرز ما جاء في البلاغ وخاصة هل سيبقى وحيد رفقة المنتخب الوطني المغربي أم أن البلاغ فيه ما فيه من أجل المغاضة أولا قبل أن نعطي رأيي ديري هو أن هنا في جدول الأعمال لا يوجد مطروح القديم من المدرب فإذا تنتفاجئوا بأن أول نقطة كانت يد المدرب وكانت بعبارة صريحة بأن المدرب سوف يستمر مع الفريق الدليل هو أنه في النقطة الأولى قال بأن السيفوزي القجاع ينتظر انتهاء عطلة الوحيد وقدمه إلى المغرب في نهاية الشهر الجاري لوضع خارطة طريق تحضير الكأس العالم 2022 في قطر في موفمبر ويقول بأن الباب المنتخب هريتي الشق التاني الباب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين كيفما كان حضرهم سواء هنا محليا أو على الصعيد الدولي في البطلات الأوروبية والخارجية على العموم تنقول ويقول بأن نحاول أن ندوبوا إذا كانت هناك خلافات أو شيئا ندوبوا ونشوفوا لكن أهم أهم حاجة هو أنهم سوف يوضعوا خارطة طريق لتحضير الجيد لمنافسة كأس العالم وهذا إن دل على شيئا فإن تدل على بأن واحد سوف يستمر مع المنتخب إلى نهاية كأس العالم وهذا من المنتخب الوطني المغربي والجماعة الخاص بالمكتب المدير إلى الأندية المغربية المشاركة في المسابقات القارية يوم الجمعة القادم مباراة الوفاق وفاق ستيف ضد ترجي التونسي بداية من التاسعة مساء فيما يوم السبت تجرى مباراة بيترواتليتي وكولونغولي ضد مانيلو دي ساندونس بداية من الساعة الرابعة مساء فيما الأهل المصري يستقبل في نفس اليوم الرجع رياضي في الثامنة مساء وفي التاسعة ليلا الفريق شباب الوزاد الجزائري يستضيف فريق الوزاد الرياضي ضمن دور ربع نهائي كدور أبطال إفريقيا وفي كأس الكونفدرالي إفريقيا لكرة القدم فريق الناد البركانية يواجه يوم الأحد القادم فريق المصري البورسعيدي وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء فيما في نفس اليوم النادي بيراميدز يواجه تيب مازينبي والاتحاد اللي بيواجه فريق الأهل الطرابلسي فيما سينبا الطنزاني ولقي أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا نعود لزميل الصحفي أحمد الحلو ويتحدد عن حضوض الفرق المغربية المشاركة في المصابقات القرية الحضوض تتقوم متساوية في الحضوض الأبطال لمنسبة الويداد والراجع اللي تلاقوا كلاسيكو مع فرق من جزائر والأهل المصري بالوزهد بالنسبة للويداد والأهل المصري بالنسبة للراجع الحضوض نخدر نقول أنا كان تتياز شوية للفريقين المغربيين لماذا؟ لأن مقابلة لإياه بغت تجربة مركم أحمد خامس سنعرفوا هنا الأجواء من الحضوض الجماهيري ما تكون عنده واحد تأثير كبير واحد دفعة قوية باش يعطيوهم هذا الامتياز اللي تنتظروا إن شاء الله باش يمشوا إلى أبعد نقطة ممكنة بالنسبة للفريق النهضات بركانية سنعرفوا أن فرق النهضات بركانية تغير الأسلوب دياله للعيب ولكن هذا ما تمنعش بأن الخبرة دياله والخبرة ديال اللعيبين اللي في السنوات الأخيرة كسبوها بزاف في التظاهرات الإفريقية مع الخبرة ديال المدريب إبنغي يمكن تنصنوا لك استيقاظه ولك العنفوان ديالهم أنهم طوما يمشوا إلى أبعد نقطة ممكنة خاصة أن فريق المصري اللي طاحوا معه ما عندوش خبرة كبيرة وما عندوش المجموعة دياله وما تتوفرش على بعض اللاعبين ديال دوي الخبرة إذن في إمكانهم طوما يجتزوا الضوء ديال الربع بكل أريحية ونواصل لأخبارنا مشاهدين الكرام هذه المرة بفريق نادي التزمامرة حيث أعلن في بلاغ لا وعبر الصفحة رسمية أن السيد عبسلام بالقشور تأقدم على تقديم استقالته من رئاسة المكتب المدير لنادي النهضة التزمامرة وذلك تجاوبا مع دورية وزارة الداخلية الأخيرة حول تنازع المصالح وتفاديا لوجود حالة التنافي بصفة رئيس المجلس الجماعي لمدينة زمامرة وأختم بخبرهم فريق سريعوات ظم الذي تعاقد مع مدرب جديد الأمر يتعلق بسويسري آرينا من أجل قيادة الفريق حتى نهاية الموسمة المدرب من مواليد 1973 ابتدأ التدريب منذ سنة 2005 وله تجربة مع فرق وطنية وفرق من بلدان أخرى بأفريقيا والشرق الأوسط طبعا مشاهدي الكرام وصلنا بذلك إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا